بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تهابنا الكلام في الحلقة السابقة تقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ثم قال جل وعلا في ختامها إن الله كان عليكم عقيبا أي مطلعا على أعمالكم وأقوالكم وتصرفاتكم لا يخفى عليه شيء منها فراقبوه سبحانه وتعالى ولا تخالفوا أمره وترتكبوا نهيه فإنه سبحانه وتعالى مطلع عليكم أينما كنتم ثم قال سبحانه وتعالى وآتوا اليتامة أموالهم هذه أوامر من الله جل وعلا منها هذا الأمر آتوا اليتامة أي أعطوا اليتامة واليتامة جمع يتيم وهو من مات أبوه وهو صغير فعما إذا بلغ فإنه لا يتمى بعد الاحتلام واليتامة لما فقدوا آباءهم احتاجوا إلى من يقوم بمصالحهم خلفا لآبائهم وحفظا لأموالهم ولهذا قال سبحانه وآتوا اليتامة الذين توليتم شؤونهم وحفظتم أموالهم لهم آتوا اليتامة أموالهم أضافها إليهم لأنها ملك لهم ورثوها عن آبائهم وكذلك ما ملكوه بغير الإرش وهم صغار فإنه يجب على وليهم أن يحفظه لهم فقوله جل وعلا وآتوا اليتامة أموالهم يلزم منه حفظ أموال اليتامة حتى يدفعها إليهم كاملة عند بلوغهم وآتوا اليتامة أموالهم ولا تتبدل الخبيثة بالطيب الخبيث هو الحرام والطيب هو الحلال أي لا تأكلوا أموال اليتامة فإن أكلها حرام وخبيث وكلوا من أموالكم التي أعطاكم الله ورزقكم وهي الطيب فلا يستبدل الطيب فلا يستبدل الخبيث بالطيب الله جل وعلا في هذه الآية حذر من التهاون بأموال اليتامة ولا تتبدل الخبيث بالطيب فالطيب هو أموال الأولياء والخبيث هو أكل أموال اليتامة ولا تتبدل الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم هذا تكرار للنهي أمر بإيتائهم أموالهم ونهى عن أكلها لأنه استبدال للخبيث ذو الطيب ثم قال سبحانه وتعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أموالكم أي لا تخلطوها مع أموالكم وتأكلوا الجميع بل ميزوا أموال اليتامة عن أموالكم واحفظوها حتى تؤدوها لهم عند بلوغهم راشدين وقيل المراد وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أموالكم أي لا تخلطوا طعامهم مع طعامكم ولكن هذا شق على المسلمين في عزل طعام اليتيم حتى أنه كان يصيبه الفساد إذا عزل عملا بهذه الآية ثم الله جل وعلا نسخ ذلك بقوله تعالى وَيَسَأْلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةِ وَالْإِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرِ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إن الله عزيز حكيم فأباح خلط طعام اليتيم مع طعام أهل البيت وأن يأكلوا جميعا ثم قال سبحانه وتعالى إنه كان حوبا كبيرا أي أكل مال اليتيم حوب والحوب معناه الإثم أي إن أكلهم فيه إثم كبير تحذيرا من تساهل في أكل شيء من أموالهم وقد جاء فيما بعد قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وجاء في الحديث الصحيح أن من السبع الموبقات أكل مال اليتيم إنه كان حوبا كبيرا ثم قال جل وعلا وإن خفتما لا تقصط في اليتام أي في اليتيمات التي تريدون الزواج منهن ولكن لا تعطونهن ومهورهن على التمام لأن هذا محرم وظلم فاعدلوا عن اليتيمة وتزوجوا غيرها مما أباح الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما طاب لكم انكحوا من النساء الطيبات في دينهن وأخلاقهن وأدابهن وهذا فيه النهي عن تزوج النساء الخبيثات في دينهن أو في عقيدتهم أو في أخلاقهن ما طاب لكم وكذلك ما طاب لكم يعني ما مالت نفوسكم إليه منهن لجمالها وحسن خلقتها ما طاب لكم من النساء مثنى أي ثنتين وثلاث يعني يتزوج ثلاثا ورباع يعني يتزوج أربع فيباح للرجل الحر أن يتزوج إلى أربع ولا يتعدى الأربع وهذا ما يعبر عنه بتعدد الزوجات الذي أحدث ضجة كبيرة عند ضعاف الإيمان وعند المغرضين الذين يعترضون على الشريعة ويظنون أن في تعدد الزوجات ظلما لهم مع أن تعدد الزوجات المصلحة فيه للنساء أكثر من المصلحة للرجال لأن الرجل يتحمل القيام على أربع نسوة بالنفقة والكسوة والمسكن والعشرة ولأن في تعدد الزوجات حماية للنساء من الضياع فإن المعروف في كل مجتمع أن النساء أكثر من الرجال وكذلك يعتري الرجال ما يعتريهم من الحروب والتعرض للأخطار فيقل للرجال في بعض الأحيان تأكلهم الحروب والأخطار التي يتعرضون لها فلو قصر الرجل على زوجة واحدة يتعطل كم كثير من النساء هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل الكلام على هذه المسألة العظيمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته